موسيقى السلام عليكم حبيبات ديالي نتمنى لكم تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة جيدة ان شاء الله انتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي يكونوا بتنواعي يكونوا فيه ثلاثة ديالوصفات اللي من ضمنهم هاد المسمن هذا والشربة اللي اجتمعي في الولد الفيديو وبالنسبة لهاد المسمن اللي بنات شا نقول لكم راح كي يجي واعر بزا بزا في واحد درجة ما كتتخيلوهاش مورق بدون تعب يعني ما كين لابقوا طوي ولا تقعدوا الجناب لوالو كل شي ساهل للبنات وكذلك هادا نشارك معكم هاد تحلية البسيطة الساهلة بثلاثة ديال المكونات بلا نشا بلا فلون بلا طحين بلا تشي حاجة ان شاء الله تلسدي المكونات اللي بساطين واكيد اكيد موجودين عندكم في البيت اللي في المتناول ويمتسدي الوصفات في متناول جميع دائما القناة ديالي كنحاول كن يعني نقعد ندير وصفات ليكونوا في متناول جميع يعني كل شي يقدر انه يصيبهم في الضار وغامدة معكم على بركة الله باول حاجة المكونات عندي لتر من الحليب كامل دسم وعندي مية وخمسين جرام ديال الساميذ زائد تسعين جرام ديال السكر اللي كيبقى حسب الضوء يعني لكنتو كتبغيوا الحلاوة بزاف ديروا مية وعشرين جرام كنتو كتبغيوا هكا ناقص يمكن لكم تنقصوا المهمة البنات كتاخدوا حتى طنجرة كتوضعوا فيها الساميذ ديالكم مع لتر من الحليب والسكر صفي كتحاولوا انكم تخلطوهم هكا ومباشرة غادي نتضيوهم وتحطوهم فوق البطات ديالكم على النار اللي تكون متوسطة مع التحريك المستمرة لبنات ضروري انكم تبقوا تحركوا يعني ضروريش ما تلصقش لكم ديك السميدة وتتحرق لكم وهنا راني زدت الفاني يا لبنات هذك الفاني انتو ما بغيتو تديروا سائل او لو بغيتو تديروا ديال ساشي يعني بودرة كيبقى لكم الاختيار لحسب المتوفر فهذا المرحلة لبنات لما تخليوش السميدة ديالكم تعقد كتحيدوها في ذاك القوام اللي شفتوها معايا غير كتحسوا بها هكا بدات كتتسخن وبدات كتتقل شي شوية صافي تحيدوها كتعرفوا باللي السميدة كتشرب بسرعة متسنوش عليها حتى تشرب ليكم لانها هكا تعقد هنا را البنات راوخها كك يلاه نزلتها من على النار راها بدات كتتعقد كيف كتلاحظو المهم كتجبدو القوام ديالها كتبقى سائلة صافي هنا كتتاخدو الخليط ديالكم المول قبل الليبنات كتشدوها كتدهنوها ضروري لبنات بالزيت او لبزبدة ضروري بش متلصقش ليكم وكتضيفوها حتى جوج المعالق ديال الكاكاو مع نصف كاس ديال حليب نصف كاس صغير يعني شي تقريبا واحد السميدة ديال المعالق ديال الحليب كتعرفو باللي سميدة يعني مني كتسنو عليها شوية كتدتق عليكم كيف ما قد لكم دابا يعني ضروري لبغيتوه لها الخليط يتجانس لكم ديال الحليب مع الكاكاو السميدة وتخلطوه مزيان حتى يباليكم القوام بهذا شكل هذا ومش تدخو الحليب يعني كاس تتخليوها جارية لكن خاص بهذا القوام صار فيوك تحطو فوق الطبقة الاولى وكتحاولو انكم توزعوه بالنسبة لهذا الوصفارها كتدي عجيبة زوينة بثافة البنات يعني البنات اللي مجربين التحليات ديال السميدة را غادي يكونوا عارفين كيفاش كتدي كتجي زوينة كتجي ابنينا وكذلك سريعة واقتصادية وفي متناول جميع يعني كل شي قدر انه يصيبها وصفي هنا الغزالات كنحاول انني نبسط الخليط ماشي مشكل يعني ماشي مقوم عقدين نرصنا معا لانك تعرفوا هذا غدا يكون في الاسفل را كتحاولوا انكم تحركوا هاكا شوية القالب غير نصيحة البنات يعني مني تحيدوا الخليط من على النار مباشرة تكونوا دهني المول قبل يعني المول ديالكم يكون من دهون من قبل باش غير تحيدوا من فق النار توضعوا الخليط مباشرة باش ما يتقالش ليكم صفي هنا قول حسيتوا به بقى تقيل ماشي مشكل زيدوا شوية ديال الحليب ماشي مشكل كما كتليكم زيدوا تفضل الخليط الابيض هكا وحد المعالقات ديال الحليب ماشي مشكل غير ما تكتروش وصفي باش تبقى لكم التماسكة هنا البنات عني كم دخلت للاجة تقريبا واحد ساعة ولا ساعة ونص راها كتتماسك كصفي كي جادة هو الشكل ديالها بالنسبة للتزيين كي يبقى حسب الضوء انا صار حضرت هنا معها شوية ديال الشوكولات لانا كتعرفوا يعني الخليط ديرة في الشوكولات يعني كيت تناسب معها كتاخدوا واحد كي صغير هكا ديال الكريمة وكتزيدوا معها قطع ديال الشوكولات من بعد ما عفوان كتسخنوا الكريمة ديالكم وكتزيدوا عليها المكعبات ديال الشوكولات وكتخلطوا مزيان حتى كيولي لكم هكا خليط ديال الشوكولات اللي يزوين هكا سائل يبقى تقدروا انكم تزينوا به وديروا كذلك البنات في هاد الوصفة اللي بغيتوا تدخلوا مع هالكوك راكي يجي زوين يعني في الخليط ديال السميدة وهذا يعني متكنوا تخلطوا في الحليب زيدوا واحد جد مع علقات الكوك اتا هم راكي يجيوا رائعين وكذلك تب نسبة للتزيين عوض ما مثلا تزينوا بالفوكيل جافة او البيستاش مهم حاولوا انكم تديروا غير الكوك احتى هو راكي يجيزوين مهمة البنات راها الوصفة كتبقى الحلاوة ديالة في البساطة ديالها وما كانت الوصفة الاقتصادية كتكون يعني سهلة لنفتح ديرو حتى احنا ما كنزعموه يعني بسرعة الانتان كينود كي حضرها يعني ما كيبقاش يفكر لا تقادات لهادي خصني مناخد هادي لمثالات لهادي مهمة دي الوصفة البنات راها اكيد مكوناتها غادي يكونوا في البيت لان ما كينش حاجة اللي كتيرة ولا معقدة كل شي في المتناول جميع وهنا كيف كتلاحظوا معي كتجي رائعة كتجي بنينة مع ديك سلصة ديالشوكولة كتجي ممتازة كنتمنى انكم تجربوها وغندوز معكم الوصفة التانية اللي هي واحدة الشربة ديال البواغو مع البطاطا اللي احتى هي كتجي رائعة عندي هنا ربعة الحبات ديالبطاطا زائد جوجد رويصة هكا ديالبواغو وعندي بصلة مقطعة الملحة شوية ديالبزار وعندي ملعقة كبيرة ديالزبدة بالنسبة للشربة اللي بنات كي ما كنقولكم دائما اني كنحاول في الوصفة ديالشربات كنقلي الخضرات ديالي متعودة لانها كتجي بنينة ألد من الشربة يعني هتوصل وتوضع الخضرات مني كتشحر ديك البصيلة وهذا كتجي عنده واحد البنة درت هنا واحد جوجد معي القادة ديالزيت مع ديك المعي القادة ديالزبدة وضفت معهم البصيلة صافي كانت بدأوا تشحروا في ديك البصيلة مع ديك الزبيدة ضروري بنسبة البواغو راني كنقول لكم باللي راني مني قطعتوا رقدتوا في شوية ديال ملحة ولا البكر هنا تدصوا ديالي كانت عندكم او لا شوية ديال الخل مهم تغسلهم زيان زيان لانا كيكم تخبفهم هكا الطراب من الداخل ديالهم مهم هادي غير قلتها لكم وصافي اكيد راعة تكونوا عارفينان مهم بناتلي ما عارفينش كانت بارتاجوا هكا مبضياتنا افكار لكتفيدكم وكتفيد نتاءنا كذلك لشتي حاجة اللي مزيانة ومفيدة راكا مهم بارتاجها معكم في المجال ديالي طبعا ما شيفش حاجة اخرى صافي هنا راني وضعت البواغو وزت مع شوية الملحة وشوية ديال البزار صافي خلط ديك البواغو مع البصلة وزت عليهم القطعة ديال البطاطة بالنسبة البطاطة اني درت ربعات ديال البطاطات وبالنسبة الكيمية ديال الخضرة هادي اللي وضعت هكا تبقى على حسب عدد الاشخاص كنتوا غير انتوما غير قلالين ديالو غير جد البواغو وحبة ديال البواغو كنتوا كتر يمكن يكون تدوروا المقادير جوج الافتلاتة على حسب عدد الاشخاص صافي هنا خلط ديك الخضيرة كاملة يعني مع ديك البزار ومع ديك المليحة وهذا مهم حتى تبنوا شوية عدد تتعليهم الماء الماء بارد عادي القياس اللي انتوما غادي نشوفو الخضرة ديالكم كتتغمر بالماء كتولي ماء مورة حكا صافي كتتسدوا عليها وتخليها حتى الطيب مني كتطيب هنا في هذه المرحلة كنزيدوا قطع ديال جبن الكيري اللي كيعطيهم واحد البنة ممتازة زوينة البنات اللي مجربين الكيري مع الشربات رأكيد ماشي غير الكيري يا البنات اي فرماجة عندكم تستعملوا انا غير كان عندي هذا وصافي صافي بعد مما وضعت داك الكيري طحنت الشربة ديالي كيجي داك وشكل ديالها كنتمنى انكم نجربوها اللي سهلة وبسيطة ونوريكم دابا الوصفة التانية اللي رائعة زوينة بالزاف او للتالتة عفوا واحد لمسم من اللي عجيب زوين راهيب كانوا كيديروه أمهاتنا قبل البنات اللي عافين يعني كانوا محضرينهم هكما الأمهات ديالهم راه صارحة كيجي ممتاز مسمن ديال الفران بدون ما تقعي تطوي ولا تلوي بب يعني بتقعد دي جنيبات وكل حاجة بحديتها وهدي مننا وهدي مننا المهم هدي كان لبنات غير جمعه صافي كان غير طوي كان غير لوي كنتم نتمنى فعلا انكم تجربوه اللي رائع غدا نوريكم الشكل دياله كيف داير لاحظوا معيه راه مقرمج غدا نقول لكم ده بالمكونات اللي غا نحتاج لهذا المسمن هذا بالنسبة لهذا المسمن هالبنات راه ما فيش دقيق ديال فينو يعني ما كينش عندي دقيق فينو في هاد الوصفة لأنه كين بزرد البنات مغتريبات ما كيتوفروش عليش مرات كيحصلو صراحة بالدقيق الأبيض يعني هاد الوصفة هدي راهك الجي ممتازة عندي هنا المكونات 700 جرام ديال الدقيق الأبيض زائد ثلاثة ديال معي لقات حتى لربعات ديال الزيت أنا استعمل زيت زيتون مع الملحة اللي كتبقى حسب الضوغ وغاعد نجمع هاد العجين بالماء الدافي صراحة هاد المسمن هذا ما تحتاجوش يعني تبقوا تفكروا معناش دقيق الفينو لهذا راه بدون دقيق الفينو كيجي رائع كيجي ممتاز يعني كيجي بحل الشكل ديال البسطيلة تماما مورق غير تبقى لنات جميع النصائح وهاد شي اللي غاني للكم أكيد أكيد راه غادي نجح لكم صافي هناك الدود جمعوا في العجينة ديالكم وانتم ما كتشوفوا القوام ما يكونش القوام قاسح بزاف ما يكونش مرخوف يعني شوية تكون ما يكونش مرخوف يعني فوق القياس مهمة العجينة ديال المسمنة عادة انك تكون شوية عندي طرية ما كنخليهاش قاسحة يعني ضربي بياشي واحد صافيت جرحي ليه الرأس مهم كتكون شي شوية طرية كيف لحظتوا معي القوام ديالها صافي كتدلكوا هاكا مزيان أولا غير كتجمعوها وتخليوها ترتاح العجينة إلا ما دلكتوها شو البنات ديال المسمن ماشي مشكيل غير غطيوها هاكا بفيلم أليمونتا غضهنوها وخليوها ترتاح مدة ساعة أو لساعتين لحسب نتوما وقضيو الشغالات ديالكم ومن بعد تجي وباش تقعدوها المهم أنا دهنتها كنت دلكتها ودهنتها تلاحظوا معايا صافي كتبدها ومن بعد مرتاحة طبعا أنا وريتكم الطاوام ديالها كتقعدوها على شكل كورات اللي يكونوا متساويين اللي يكونوا شوية صغيرة ورين حتى شغالين نديروا وحدة في قلب وحدة كيف غالين تلاحظوا معايا ما تديروش الحجم ديالهم اللي كبارين بززف مهم بهذا القياس هذا نتوما على حسب شنو بغيتو على حسب الفرن ديالكم واللاطة ديالكم وش بغيتوهم كبارين ولا صغار لكن الحجم ديالهم هكاك بشكل حجم عائلي هكاك كبير راه كيجي رائع أكتر وكيجي زوين كمك لكم حشكل شوارقة ديال بسطيلة صافي هناك تدهنون بشوية ديال الزيت وكتغطى عليهم وتخليهم يتاحوا دائما البنات المسمن السر دياله بش يجيكم زوين ويجيكم ورق ويجيكم رائع هي الراحة دياله يعني دائما خليوه يرتاح كيس هالي لكم حتى طريقة يعني التشكيل دياله وكذلك كيجي زوين صافي هناك تأخذوا واحد الخليط ديال مشي خلطة شنو بنات هنا زبدة وزيت ديال غير زبدة بوحدة والزيت بوحدة كذلك كنوري لكم زبدة اللي كانت دايبة والزيت اللي غدا نسرح به اللاجينة ديال مسمن غير بش يجيكم زوين أكتر كذلك البنات حاولوا أنكم ترقوهم زيان 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 يعني حتيت فولي لكم توليوا تشوفوا دك سطح العمني واللي بال لكم وما تسولوش وخطط عليكم هكا من جنيبات ما تسولوش لأن هاد الوريقات هادو هاد المسمن يعني غادي نديروه داخل ديال المسمنة أخوة يعني ما شي مشكل صافي كتجمع غيب هاد شكل يعني بنسبة لموضة هديئات اللي كيحيرو شي مرات يعني ما كتت بزاف ديال البنات اللي كيبقع لهم هاللمشكل يعني صغارة طبقا ما بدأوش يعني في الحياة ديالهم الزوجية وهذا كتبقى تفكر ما كتجي لها المسمنة وجاة وجاة دير من هنا ولا هادا هنا ما تفكر ما تحيري كل شي سهل كل شي سهل مع جميلة غيرها كنحاول أنني قدر الإمكان نبسط الوصفات باش هكا كل شي صايبهم يعني المسمنة رغي كتحاولي أنك تسرحي هاكا مزيان هنا حاجة واحدة اللي مهمة ركزوا عليها هو أن العجينة ديالكم ترقوها مزيان تكون شفافة لأننا غادي نديروا واحدة في قلب واحدة ما عادش نخليوها كمزيان غليضة غير حاولوا أنكم ترقوها مزيان بهذه الشكل والسر في العجينة ديالكم أنها تخليوها ترتاح صافي كتدهنوها بالزبدة وكتديروا ديك الكورة الأولى اللي جمعتوا حاولوا أنكم تديروها في قلب الأخرى يعني مني كترقوه الأخرى كتديرو فوق منها هادي وغاقا مستمر بنفس الطريقة يعني وضعت هنا جوجة المسمنات ومورقات في جوجة لبنات هذي المسمنات وحدة فقلب واحدة كتورقوه الثالثة كذلك حتى هي بنفس الطريقة وانتم ما كتتسرحوا غيب الزيت حتى في المرحلة الأخرى عادة بش كتديرو الزبدة يعني في هذ المرحلة ركتعرفوا الزيتة لبنات ركي قرمش المسمن كتر من الزبدة كيجي المسمن ديالو مقرمش صافيك تسرحوا هاكا مزيان وحتى بالنسبة اللي بساطلة رح زيت كيجين يعني أحسن من الزبدة الزبدة كترخيش ويا بسطيلة وهذا لكن المسمن كيجيبها مقرمشا صافيك تسرحوا عود هاكا ونجحت المسمن رح بعين عم ديك الفقاعات اللي كيدهروا لكم يعني هنا ركتبان مسمنة وناجحة صافيك ندهن بالزبدة عود من جديد وكان حط الكورة اللي دينا فيها في قلبها العجينة الاخرى وكتلفوا بهالطريقة ما تسولوش أنا يحتش كندير فهد الجميع ما كنش مشكلة هيك اللمط يعني كيف مجات بشكل عشوائي مش ندير هادي في حال هادي ولا وكن نوريكم اللي رح العجينة ناجحة دوك الفقاعات طالعين منها صافي هنا انتهيت من الكورة الأولى راني بادية يعني كل وحدة كندير فيها ربعة كل المسمنة فيها ربعة دي المسمنات يعني وحدة في قلب وحدة ده بقى أنا في المسمنة الأخيرة اللي كده اللي قدرت فيها وحدة في قلب وحدة حتى هي نفس الشي ربعة في ربعية يعني تمانية دي الكورات اللي اعطاتني هات 700 قرام ديال طحين قسمتها على تمانية ديال الكورات يعني كل المسمنة فيها ربعة صافي كتاخدوا اللاطة ديالكم ديال الفرن وكتدهنوا بالزيت وانتم ما كتسرحوا في هات المسمنة غير حاولوا انكم اطقوهاش بزاف بزاف لان مدينة فيالة خميرة لا تشي حاجة ما غادش تنفخ ليكم يعني ذاك اللي غادت تنفخ ولكن مشي ذاك الانتفاخ اللي كتعرفوه صافي كتسرحوا هاكا كتخليوها بهاد السمك مشي تخليوها غلاية ضاعود وما ترقوهاش بزاف مهم متوسطة صافي كتحاولوا انكم تقدوا هاكا الجوانب بالنسبة للفرن كتدخلوا على الفرن 190 دراجة الفوق والتحت كتحطوها في الوسط ديالها وماني كتدخلوها كتدهنوا بحت شوية ديال زبداغي شوية هاكا من الفوق خفيف والزيتو كتبسطو صافي هنا راه المسمنا الاولى راهي واجده غادة ندخلها الفرن بعد مدهنتها طبعا كنوريكم باللي السمك ديالها راه ماشي غلاية ضاعود راهني رققتها شي شوية يعني متوسطة بهاد الشكل صافي هنا مبعد مما طلعت هم الفرن كيجي هادهو الشكل ديالها راه تنفخها شي شوية يعني راه ماشي مجات لها عصق يعني مسمنا ما ترقوهاش تتولي لكم هاكا ارقيه يوقع لا وتخليو هاكا القوام كدي مقرمشة كدي رائع زوينة فعلا كنتمنى انكم تجربوها غدا ندهنى بشوية ديال الكونفيتور او للمربة ديال المشماش وانتو ما يمكن لكم تديرو لها العسل ناتلي كيبعو هاكا العسل وهذا المدق يعني ما يبهوش هاكا مدق ديال الكونفيتور يمكن لكم تضيفو العسل او لطرشوها غير فوق هاكا ديالها بشوية ديال سكر بودرة او لسكر سقيل كيف ما كانقولو كترشوها من الفوق لكن انا كتجيني هاكا بالكونفيتور كتعجبني اكتر وهذا نزينها بلوز ايفيلي اللي حتى هو محمراه شي شوية كتعطيكم بشكل البسطيلة تمان لاحظوا معي البنت يعني هو هادك بسطيلة يعني لحظة تشوف شي طبصيل شي حد غي حسب ليه شي بسطيلة ولا بجاج كتجي رائعة كتجيز وينة بنسبة السمك ديالة البنت عمي وريتلكم يعني ما مرقعهاش بزاف كتجي هذا هو شكل ديالها غدا نقرب لكم الصورة اكيد اكتر بعد ما غدا ندهن كورا للمخبيزة التانية او للمسمنة التانية وراها كتنفع البنت في شهر رمضان كتجيز وينة يلا كنجي عندكم هاكا الضياف ولا غاتمشوا هاكا عند عائلتكم هاكا الفطور ولا هدا وجدوه حتى في الايام لهادي موحد كويز ديال اتاي يا سلام كتجي ممتازة بنينة كيجي دوش كل ديال المسمنة ديالي كيشهي كيجي رائع زوين كنتمنا تجربوهم وتبرتاجيوهم اكيد مع الاصدقاء والاحباب ديالكم فهد مناسبة ان شاء الله باش حتى هم يجربوهم وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالي ما تنسونيش من تشجع ديالكم إلا عجبكم المحتوى وعجباتكم القناة وإنكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش هاكا دائما يوصلكم جديد القناة وغدا نوريكم المسمنة من الداخل أكيد كيف دايرة أي حاجة راني كنجربها هاكا في القناة معكم راني كنحاول أنني نوريها لكم يعني كيف دايرة حتم من الداخل غير من يعني مشي غير من برة كيجي وحد المسمنة اللي مورقة ورقة بورقة غلاجينة ديالكم نتكونوا تبسطوا فيها حاولوا أنكم ترقوها مزيان وتسرحوها وهنا غزلات ديالي غنقول لكم شكرا لكم على المشاهدة السلام عليكم